وسط جندة الجمهوريين المزدحمة بالمناظرات الرئاسية الأمريكية وشبح إغلاق الحكومة الفيدرالية لم تتأخر أولى جلسات التحقيق بشأن عزل الرئيس جو بايدن فقد أعلنت لجلة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي أنها ستقدم في أولى جلسات التحقيق الرامية لعزل بايدن الأدلة التي تم الكشف عنها حتى الآن بشأن مزاعم استغلال بايدن لمنصبه لتحقيق مكاسب مالية لعائلته بحسب رئيس اللجنة جيمس كومر سيستمع المشرعون إلى ثلاثة خبراء قانونيين ومليين بشأن الاتهامات التي يدفع معها الجمهوريون نحو عزل بايدن كما تستعد لجنة الرقابة في مجلس النواب لطلب السجلات المصرفية الشخصية لبايدن وإصدار مذكرات استدعاء لابنه هانتر ولشقيقه جيمس يتهم الجمهوريون بايدن بأنه وفر غطاء لابنه هانتر لإجراء صفقات تجارية خارجية وتحديدا في أوكرانيا والصين أو استفادة لنفسه منها أثناء شغله لمنصب نائب الرئيس في ولاية باراك أوباما يقول الجمهوريون أن بايدن وابنه هانتر تلقوا كل واحد منهما خمسة ملايين دولار من شركة بوريسما الأوكرانية والتي كان هانتر أحد أعضاء مجلس إدارتها وفي مذكرة صدرت أوائل أغسطس الماضي زعمت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي أن الأدلة تشير إلى أن عائلة بايدن وعددا من شركائها التجاريين تلقوا أكثر من عشرين مليون دولار على شكل مدفوعات من مصادر أجنبية هاجم البيت الأبيض تركيز مجلس النواب على عزل بايدن بدلا من العمل على تجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية واعتبر البيت الأبيض أن التحقيقات مجرد حيلة سياسية لعرقل التقدم بايدن في حملة إعادة انتخابه بايدن وترامب ومسلسل الاتهامات المستمر وإذا حدث بالفعل أن تواجه الرجلان ثانية في الانتخابات المقبلة فسيغض الناخب الأمريكي أمام مرشحين تعرضا كلاهما لمحاولة عزل وهما في الرئاسة